العلاقة بين الشرعية صاحبة السيادة والقرار اليمني وبين التحالف الذي تدخل من أجل دعمها ومساندتها تبدو أكثر تعقيدا في ظل تنازع الأدوار والصلاحيات والصراع من أجل الحضور فيما يمضي التحالف بعيدا عن ما أتى من أجله بتحرير الأرض من الإنقلابيين ويدهب لتعطيل جبهات التحرير وتقليص الدعم لجبهات الجيش والمقاومة التي تتساقط مواقعها في أيدي الإنقلابيين واحدة تلو الأخرى أمام مرأة الجميع ترك التحالف مواجهة الإنقلابيين وتفرغ لتنفيذ أجنداته وأطماعه في المناطق المحررة وتقويض حضور الشرعية ومع كل يوم يمر دون إصلاح العلاقة تخسر الشرعية من نفوذها وحضورها لصالح التشكيلات الموازية والميليشيات العسكرية التي يدعمها التحالف اختلال أظهر أصوات مناوئة لسلوك التحالف من داخل الشرعية تطالب بإصلاح العلاقة وإعادة ترسيم الأدوار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري دعا إلى ضرورة تصحيح العلاقة بين الحكومة والتحالف وقال الميسري خلال كلمته في لقاء عدن التشاورية الأول إن الشراكة مع دول التحالف جاءت في إطار الحرب ضد الإنقلابيين ولم تكن شراكة في إدارة المحافظات المحررة ولفت الميسري إلى أن اليمن قد تكون دولة ضعيفة لكنها ما زالت دولة تمرض لكنها لا تموت لكن بوجود أجهزة موازية لأجهزة الجيش وأجهزة الأمن في هذه المناطق بوجود حوامل سياسية تم إنشاءها مثل ما يسمى بالمجلس الانتقالي في عدن يعني هذا أدخل الوضع في شيء من التشوش وعدم الوضوح وزير النقل صالح الجبواني هو الآخر أبدى امتعاضه من العلاقة مع التحالف الذي تضاعف إجراءاته معاناة اليمنيين متهما إياه بعدم منح الحكومة تصريح عبور طائرات اليمنية لنقل آلاف المواطنين العالقين في الخارج وطالب في دغريدة له التحالف بزيادة عدد رحلاتها مشيرا إلى أن الطيران اليمني بات غير قادر على نقل اليمنيين بسبب تقليص التحالف لعدد رحلاته الجوية استياء قيادات الشرعية من العلاقة مع التحالف تعدى ذلك إلى اتهامها بتصفية الخصوم كما جاء في اتهام وزير الدولة عبدالغني جميل الذي قال إن الإمارات تتعامل مع من يعارضها إما بالإقالة أو منع الدخول من عدن وربما يتطور الأمر إلى التصفية تحت ذرائع متعددة تصعيد ومكاشفة لقيادات الشرعية ضد ممارسات التحالف وتضييقه على اليمنيين هل ينتهي بها المطاف هذه المرة إلى إجراء خطوات تصحيحية حقيقية في العلاقة بين الطرفين أم يعاود قادة الشرعية صمتهم وتمضي دول التحالف في أجنداتها على حساب ثوابت وسيادة اليمن